ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصحة المهنية إلى ثمرة من ثمار الجهود لمتابعة تنفيذ السياسة في مجال السلام والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأكد معاليه أن مشاركة خبراء ومختصين في السلام والصحة المهنية من مختلف المنظمات ذات العلاقة يعطي زخما كبيرا لأعمال المؤتمر حاثا المشاركين على التوصل إلى صياغ قابل للتطبيق بالاستفادة من الوسائل والطرق المستحدثة والمناهج المبتكرة في حماية بيئة العمل المختلفة بعدها تفضل معالي شيخ خالد بن عبدالله الخليفة بتكريم الشركات المساهمة في رعاية المؤتمر وقام بتكريم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية الخيرية رئيس مجلس إدارة جمعية الصحة والسلامة نظير مسيرته الحافلة بالعمل التطوعي والدؤوب في مجال الصحة والسلامة كما قام معالي بتكريم روادي هذا المجال ثم تفضل معالي بافتتاح المعرض المصاحب الذي تضمن آخر التقنيات الجديدة المطبقة في السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل المختلفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو تثمين لمقدار الجهد الكبير والمسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الساع إلى لقمة عيشة مصاعب عديدة تحوم في سماء بيئة العمل تجلب معها سلسلة من المخاطر بطريقة مستمرة لتشكل هاجسا يلازم أرباب العمل والعمال على حد خط متساون قد تضمحل عنده جميع السبل المؤدية إلى إنجاز تام لذلك تبدو الحاجة ملحة إلى ضرورة الاستعانة بأفكار يسهل تطبيقها على مجال تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية هذا المعرض يأثي للاستفادة من تجارب الدول المشاركة فيه لتقديم أفضل الخدمات في الصحة والسلامة المحافظة على صحة العامل والبيئة العمل وهي الأساس لدينا وهي النواة حتى للأسرة يعني مجرد وجود بيئة عمل صالحة ونظيفة هذه تزيل الانتاجية الحلة الرابعة من مؤتمر ومعرض السلامة والصحة المهنية التي تبنت شعارا هادفا لهذا العام المناهج المبتكرة في مجال السلامة والصحة المهنية ستهدف وعبر يومين متتاليين إلى استعراض آخر التقنيات التي طرأت على مجال معدات الوقاية الشخصية وخدمات الدفاع المدني لمواجهة أخطار السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات الانتاجية عبر بوابة أربعين شركة مشاركة من داخل البحرين وخارجها البرامج التي تختارها الجمعية جمع الصحة والسلامة برامج مميزة تؤثر في الأسرة البحرينية وفي قطاعات هامة مثل ثقافة الطفل بالسلامة أيضا توعية الناس في الشركات الصناعية والمساهمة أيضا في عداد التشريعات التي تساهم في خلق بيئة آمنة في ملكة الحبيبة 350 مشاركا من القطاعين العام والخاص سيحرص المؤتمر على تقديم جملة من أوراق العمل النقاشية أمامهم التي تتمحور حول التزام البحرين حرفيا بأهم المعايير الدولية في مجالات السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل خالية من الإصابات والأمراض التي قد تحدث في مواقع العمل المتنوعة كما نرى حوادث كثيرة على مستوى العالم المهن تتقير الآلات تدخل حديثة تهيئة وتدريب المنخرطين بأسواق العمل الجدد لأهمية هذا الأمر المملكة البحرين حرصت ومن خلال وزارة العمل بأن تكون هذه الدورية كل سنتين تزامنا مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الآن العالم أبعد من أن يتحدث فقط عن الصحة الجسدية ولكن الصحة العقلية والصحة الذهنية هي أساس تركيز وهي بشكل كبير تؤثر على أداء العمل في مجال عمله في دول كثيرة مثل بريطانيا نرى أن واحد من أربع عمال يصابون ببعض الاضطرابات العقلية والذهنية وهذا يؤثر على الانتاجية ويؤثر على الاقتصاد بوجه عام إن سلامة بيئة العمل تعد نوعا من التنمية المستدامة بمفهومها الواسع للإنسان والبيئة والموارد من أجل ضمان الحماية الكاملة للعنصر البشري العامل في مكان انتاجه تفرض القوانين وتسن السياسات وتفصل الأدوات والأساليب على مقياس حجم الدور الفاعل الذي يؤديه الرقم الأبرز في معادلة التنمية الشاملة لتلفزيون البحرين محمد رشدات